نضم إلينا الآن من بيروت علي هويدي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق الناجئين مرحبا بك معنا أستاذ علي وأبدأ معك بالخبر الذي أوردناه منذ قليل يتعلق بتشكيل جوتيرش للجدة للتحقيق في إمكانية مشاركة موظفي الأنروا في 7 أكتوبر إسرائيل التي تقول يدعو تحرانوت ويقول مسؤول الإسرائيليون بطبيعة الحال هذه التصريحات معروفة لأنها تريد إنهاء وجود وكالة الأنروا هل ترضخ الأمم المتحدة هنا للإملاءات الإسرائيلية ولهذه الرغبة الإسرائيلية في إنهاء الأنروا ببداية هذا التحقيق طبعا هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها استهداف وكالة الأنروا استهداف وكالة الأنروا هي محل استهداف منهجي واستراتيجي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحتى الإدارة الأمريكية ولكن بصراحة قرار الأمين العام للأمم المتحدة بوتيرش بتشكيل هذه اللجنة يعني مثير للتساؤل والاستهجان على اعتبار أنه لماذا لم يتم تشكيل لجنة التحقيق في عملية الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من 120 يوم لماذا لم يتم تشكيل لجنة التحقيق باستشهاد 152 موظف من موظفي وكالة الأنروا لماذا لم يتم تشكيل لجنة التحقيق بتدمير 147 مشأة تابعة لوكالة الأنروا في قطاع غزة لماذا لم يتم تشكيل لجنة للتحقيق في إخراج 18 عيادة صحية عاملة في قطاع غزة لماذا لم يتم التحقيق في عملية استهداف حتى المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة وآخرها استهداف هذه الشاحنة التي تحدثتم عنها قبل قليل إذن هذه بفعل أنا أعتقد بأن هناك من يدفع باتجاه تشكيل هذه اللجنة من خارج وكالة الأنروا وحتى من خارج وكال الأمم المتحدة نفسها واضح تماما بأن الاستهداف هو استهداف لهذه الوكالة لما لها من علاقة عضوية في قضية اللاجئين وحق العودة خاصة بأن وزير خارجية الإحتلال قد رحب من تشكيل هذه اللجنة نعم كيف سيؤثر إنهاء مهام الأنروا على ملف اللاجئين لا يتعلق الأمر فقط بغزة يتعلق بخمسة أقاليم كاملة يتعلق بلاجئين في دول أخرى كيف سيتضررون من ذلك وما تأثيره أيضا على ملف اللاجئين وعلى حق العودة حتى بشكل كامل وأشمل لذلك الرؤية الاستراتيجية لدولة الاحتلال هي على شطب القرار 194 هذا القرار الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات لسنة 48 وتعتقد دولة الاحتلال بأن للوصول إلى شطب هذا القرار يجب أن يتم شطب وكالة الأنروا لكي يتم إنهاء مسمى اللاجئ وبالتالي لا يعود هناك مبرر بأن يكون هناك قرار في الأمم المتحدة لعودة هؤلاء اللاجئين أما على مستوى التداعيات والإنعكاسات أنا أعتقد بأن هذا القرار الذي اتخذته 16 دولة بتعليق المساهمات المالية للوكالة هذا قرار ظالم وهذا قرار خطير وهذا قرار مدمر هذا سينعكس على ليس فقط على قطاع غزة كما تفضلت ولكن سينعكس على 6 مليون لاجئ فلسطيني يقيمون في مناطق عمليات الأنروا الخمسة سينعكس على إقفال 715 بدرسة موجودة في هذه الأقاريم الخمسة بالإضافة إلى أنها تستضيف أكثر من 550 ألف طالب وطالبة هذا سينعكس على إقفال 140 مركز صحي في هذه المناطق الخمسة موجودين في 58 مخيم في هذه المناطق الخمسة أيضا أيضا سينعكس على المساعدات النقدية التي تقدمها وكالة الأنروا لما يقارب من 300 ألف لاجئ فلسطيني ضمن شبكة الأمان الاجتماعي برنامج الحماية التي تتحدث عنه وكالة الأنروا أيضا سيتوقف الخدمات البنى التحتية التي تعمل عليها وكالة الأنروا في المخيمات أيضا سيتوقف هذا على مستوى الحفر الصحية وعلى مستوى المجاري وعلى مستوى تأمين الكهرباء وعلى مستوى شق الطرقات أضف إلى ذلك أيضا بأن عملية توقف هذه المساهمات ستنعكس أيضا على الدول المضيفة الدول المضيفة التي لا تقتلها على استبدال الخدمات التي تقدمها وكالة الأنروا أن تقوم هي بتقديمها لأن هذه الدول لها ظروفها الخاصة ومعاناتها الخاصة والأهم من ذلك الانعكاس على الوضع السياسي لا يمكن أن تقبل هذه الدول المضيفة بأن يجري توطين اللاجئ الفلسطيني في أماكن تواجدها وأن يصبح تذويب لهؤلاء اللاجئين الفلسطيني على قاعدة أن يصبح الفلسطيني لبناني أو سوري أو أردني وأن حصل حتى على جنسيات الدول الأخرى وبالتالي هذه المقدمة لتذويب قضية اللاجئين وأنها قضية العودة وهذه ستشكل فضيحة بكل ما يلكلب بمعنى المفارقة العجيبة الأخي الكريم بأن هذه المبالغ التي تدفع في صندوق وكالة الأنروا هي تدفع طواعية وهذا خطأ كبير جدا متعلق في ولاية الأنروا هذا القرار بأن تكون المبالغ طواعية كان مبررا في العام 1949 عندما تشكلت وكالة الأنروا كانت تحمل صفة مؤقت وعلى أمل أن يستمر عمل وكالة الأنروا لقد سنة واحدة فقط وبعد ذلك يتم إقفال هذه الوكالة وأن يعود اللاجئ الفلسطيني إلى بلده في فلسطين ولكن الآن بعد مرور 74 سنة على تأسيس وكالة الأنروا وزيادة الاحتياجات وزيادة أعداد اللاجئين إذن يجب أن يتم التعديل في بداية الأنروا لكي تصبح ميزانيتها ثابتة نعم طيب هناك دول في المقابل ترفع من ميزانيتها للأنروا تحدثنا في الخبر عن قطر التي أعلنت استعدادها لمواصلة دعم الأنروا أيضا إسبانيا والنرويج وربما دول أخرى إلى أي مدى هذه المساعدات قد تنجح في إيجاد البديل للتبويل الذي قطعته الدول الأخرى على رأسي الولايات المتحدة وهل ستنجح الأنروا أيضا في مواصلة مهامها يعني أنا باعتقادي يعني عشنا هذه التجربة المريرة على مستوى العجز المالي لوكالة النروى في 2018 وفي ذلك الوقت واجهت وكالة النروى عجز بقيمة 200 مليون دولار تدخلت الدول الخليجية الأربعة بالإضافة إلى قطر لكويت والسعودية والإمارات ودفعت كل دولة 50 مليون دولار وتم تسكير العجز المالي نحن طبعا نتفائل عندما يكون هناك سندا عربيا داعما لوكالة الأنروا لما تمثل من قضية إنسانية وسياسية وهذه الدول عليها مسؤولية أيضا لأن حتى في العام 1969 تم توقيع اتفاقية ما بين وكالة النروى وجماعة الدول العربية على أن تدفع الدول العربية من نسبة 7.8% من الميزانية العامة لوكالة الأنروا في العام 2023 دفعت 3% في العام 2023 3% في العام 2021 دفعت أقل من 1% وبالتالي لا نريد تعريب وكالة الأنروا بمعنى آخر أن تصبح ميزانية وكالة الأنروا من الدول العربية وأن يبقى التمويل حكوميا لأن التمويل الحكومي يتجاوز الوضع الإنساني ليعبر على المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين من خلال وكالة الأنروا أشكرك من بيروت علي هويدي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين